جبهة الحد الجنوبي للسعودية جبهة استنزاف لدماء اليمنيين حيث تحولت المعادلة وصار اليمنيون يدافعون عن السعودية المعنية بالدرجة الأولى بحماية أراضيها أعلنت ميليشيا الحوثي مقتلى وإصابة نحو 500 جنديا من القوات الحكومية إلى جانب سعوديين وهي العملية التي كشفت عنها وسائل إعلام قبل أسابيع في أغسطس الماضي بثت الميليشيا في مؤتمر صحفي مشاهد للهجوم على قوات لوائي الفتح والوحدة وكتائب سعودية في وادي آل جبارة بمحافظة صعدة أكثر من ألفي جندي بينهم أطفال تم أسرهم بحسب الناطق العسكري للميليشيا أرقام كبيرة أثارت تساؤلات حول طريقة خوض معارك مبهمة دون غطاء جوي ولا استطلاعات وتخطيط عسكري ما حدث من خسائر سيترك أثرا سلبيا كبيرا في نفوس أفراد القوات الحكومية والسعودية قائد لوائي الفتح رداد الهاشمي تحدث في وقت سابق عن خسائر كبيرة في قواته دون أن يعلن عن مزيد من التفاصيل مشيرا إلى أن قيادة اللوائي لم تنتهي من إحصاء الخسائر رغم مضي أكثر من شهر على الهجوم انتظرت قيادة الألوية ميليشيا الحوثي لتفصح عن طبيعة المعركة فيما يبدو أنه تهرب من المكاشفة ومحاولة للتغطية عن جريمة يجب أن يحالى المسؤولون عنها إلى التحقيق العسكري هذه الجبهة وصفتها تقارير حقوقية بمحرقة الشباب اليمني الذي تستغل السعودية حاجتهم المادية للقتال دفاعا عن أراضيها واعتبرت عمليات استقطابهم جريمة إذجار بالبشر حيث تصرف لهم أرقام عسكرية شكلية ويخضعون للقيادة السعودية ولا تربطهم أي علاقة مباشرة بوزارة الدفاع اليمنية بدى اليمن مفتوحا لعمليات التجنيد لتكوين أدوات وتشكيلات لحراسة أجندات الأطراف المختلفة التي تستغل حاجة اليمنيين لكنها تتنصل عن تحمل مسؤولياتها تجاههم